في الغرب الليبي، الخلاف بين السراج وباشاغة أيقظ صراعاً من نوع آخر صراع بين تيارين متنافسين الأول تمثله مصراطة بميليشياتها بقيادة فتح باشاغة والآخر تمثله طرابلوس بميليشياتها وتدين بالولاء للسراج ورغم أن المدينتين تخضعان لسلطة حكومة الوفاق بيد أن الأزمة فاقمت من هوة تصدع ميليشيات الفريقين والأمر بلغ حد الإنذار بحدوث مواجهة محتدمة بعد أن أعلنت ميليشيات مصراطة النفير وتموضعت في طرابلوس بغية حماية بشاغاً متواجد فيها بعد عودته من تركيا والأمر ليقف عند ذلك فآمر الكتيبة 166 التابع لوزارة دفاع حكومة الوفاق هدد هو الآخر بالانشقاق عن الحكومة في حال خروج بشاغا منها عاقب التحقيق معه الذي أحاله إليه المجلس الرئاسي وترى ميليشيات مصراطة أنها الأقوى والأجدر بالحكم إذ تتميز بالتفوق العددي والنوعي وبالتسليح ويضم الجناح المسلح لهذه الميليشيات لواء النواصي وقوات الردع الخاصة إضافة إلى ميليشيات مصراطة وفي مقدمتها لواء حلبوس وميليشيات الصمود والمحجوب والفاروق وميليشيات باب تاجراء وغرفة الثوار بالزاوية أما ميليشيات ترابلوس فتضم ميليشيات ثوار ترابلوس وميليشيات ما يعرف بالأمن المركزي وقوة التدخل المشتركة وميليشيات البقرة وعددا من السرايا الصغيرة والسراج وباشاغا جناحان هما وجهان لعملة واحدة يتبعان تنظيم الأخوان وكلاهما يؤتمران من تركيا بيد أن هذا التطور قد يفتح سيناريوهات جديدة في ظل استمرار الخلاف القائم شكرا